حضراتكم السيد الرئيس النهاردة عمل جولة بالطائرة تفقد من الجو السيد الرئيس الأول وصل ثم صوامع والقاعة والافتتاحات وغير وغير ثم بعد ذلك أخذ جولة بيئة الطائرة مع العقيد بهاء الغنام زي ما حالكم طبعاً هتشوفوا دلوقتي طبعاً تصوير من الجو لمشروع الضخم هذا العقيد بهاء بيشرح لسيادة الرئيس من الطائرة خلال تفقد سيادته مشروع مستقبل مصر من التنمية المستدامة من الجو اليوم وجولة كانت تفقد استمر يعني فترة طويلة وكننا بنتابع طبعاً هذه الجولة وإحنا موجودين في هذا المشروع وزي ما حالكم بتتابعوا كده كل اللي كان صحر النهاردة ديك شايف بسم الله من شاء الله وحاجة بتتابع طبعاً المشروع الضخم بسم الله من شاء الله الشيط الرئيس طبعاً ليه تكلفات ليه العقيد بهاء الغنام نتكلم طبعاً لقطات خاصة بالمية بالري اللي بيتم لهذا المشروع والتنمية اللي بتحصل على أرض مصر نتكلم على نوصل هنا في هذه المنطقة الاتنين واثنين من عشر مليون فدان في مستقبل مصر والدلتة الجديدة خلاص زي ما قلنا من شوية خلاصة دي المية طالما المية موجودة والخير موجود هنا في هذا المشروع العملاق مشروع بيعني بيتكلم على تصدير وبنتكلم على السوق المحلي وبنتكلم على أدي الحصاد زي ما حاكم بتشوفوا ده النهاردة شايفين حضراتكم عايز بس تتفرج وتشوف وتتابع اللي تم النهاردة الحصاد اليوم وبنتكلم على البطاطس وبنتكلم على الأمح وبنتكلم على البنجر زي ما حضراتكم بتشوفوا ده اليوم هذا التصوير النهاردة عايزك تبص على مرمى البصر وحاك شايف المعدات بص بص حضرتك شايف 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 المعدات شايف الخير كل ده خير بسم الله ما شاء الله زي ما احنا بنشوف كده بص على يمين وشمال وقدام كنت بقول لحاكوا على الشاحنات ارجع عوسف بعلشي ارجع يعني حاجة بسيطة اوي الشاحنات كانت في الخلفية ورا لا ارجع شوية صغيرة ارجع شوية صغيرة شوية صغيرة شوية كمان شوية كنت شايفهم كنت شايف معرفش راحو فين اكيد هيجوا تاني شحنات الطابور اللي كنت بقول لحضرتكو عليه على الطريق هيجينا 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 هنشوفه نكمل نكمل زي ما حاجة بتشوف كده طبعا مشروع المهم واللي احنا يعني جزء طبعا بينضمله العديد من المشروعات اللي موجودة في مختلف المحافظات وتحت مسئولية جهاز مستقبل مصر اللي التنمية المستدامة والذي يترأسه العقيد دكتور بهاء الغنان زي ما تشوف حضرتك النهاردة تصوير من الجو ويمكن ده اتعمل الفيديو بعد طبعا كان مهم ايضا نشوف كل هذه اللقطات ايضا وتشوفوا حضرتكم ايه اللي حصل النهاردة بهذا المشروع المتميز للغاية وحجم العمال اللي موجودة وحجم العمل والانتاج اللي موجود واللي بيتم على ارض مصر في مستقبل مصر وموسم الحصاد نتكلم على زراعات مختلفة نتكلم على انواع مختلفة نتكلم على طبعا السوق المحلي ثم احتياجاتنا ثم بعد ذلك بتصدر انواع مختلفة ايضا مطلوبة بتتزرع مخصوص لتصدير دي كمان بتجيب عملة صعبة مشروع بينفق انفاق كبير جدا محتاج طبعا يعني ضخ اموال كبيرة وبالتالي يكون عندك جزء من التصدير ايضا ولكن تاني السوق المحلي بيكون له اولوية والاكتفاء الزاتي بيكون له اولوية وكل الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية بتعمل جزء كبير منها هنا تشكى ان شاء الله الاسبوع الجاي هتشوفوا ايضا مع سيد الرئيس خلال زيارة سياداتي اللي اعلن عنها النهاردة النقال قريبا هنروح تشكى ان شاء الله الائم الجاية بيزيلا تعالى كمان هيكون عندنا حصاد ايضا في تشكى وتشوفوا كمان تشكى تشكى الخير فيها ايضا مشروع عملاق كنا السنة اللي فاتت مع سيادة الفريق اسامة عسكر رئيس الاركان في تشكى وعملنا ايضا كان عندنا يوم مهم جدا وقبلها بسنة كنا مع سيادة الرئيس ايضا في تشكى رحتنا تشكى حوالي ثلاث مرات على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا بنشوف مشروعات بلدنا بنشوف خير بلدنا والمواطن يقدر يقدر يشوف البلد حجم الشغل اللي بيتم والزراعات اللي بيتم والمحاصيل اللي بيتم كل ده بيوفر عليك دولارات بدل من انت النهاردة بتستورد بيديل النهاردة اي حاجة بتزرعها بزرع امح بوفر دولار اي طن امح بيوفر لدولار اي طن درة بيوفر لدولار اي طن صوية بيوفر لدولار اللي هي الأعلاف المدخلات الخاصة بالأعلاف ما حال دائما نقولك إلحق العلف والمدخلات وأعدى بصوا ما شاء الله بصوا بصوا على الإنتاج شايفين حضراتكم يا جماعة شوفوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله على العلي Shore اللي بيتم في البلد وعلى يعني الانتاج اللي بيتم وطول ما أنت بتشتغل ربنا بيكرمك طول ما أنت مخلص نية تشتغل للبلد هي مصلحتك اولا واخيرا مصر وشعبها بس بس ربنا بكرمك وانت بتشغل فربنا بيديك انتاج بيديك عمل بيديك يعني مكافأة انه ربنا بيكرمك في الحصادة هو شايف خير قد ايه شايف البنجر بسم الله ما شاء الله ده سكر ده سكر بنجر ده سكر هيوفر لك ربعمائة الف طن في السنة سكر من هنا من مستقبل مصر ربعمائة الف طن سكر محتاجينهم عشان نقلل فاتورة استيراد السكر اللي احنا محتاجين كل سنة زي ما قال النهاردة العقيد بها الغنام محتاجين بنستورة حوالي سبعمائة الف طن سكر ما بين ستمائة لربعمائة ستمائة الف لسبعمائة الف طن سكر سنويا نستورتهم ليه احتياجات السوق المحل ومرنا بأزمة السكر خلال الكام شهر اللي فات وخلاص لكن عايزك تبقى شايف المحصول شايف المحصول شايف المعدات الحديثة وقدام حضرتك شايف ما شاء الله شايف البنجر ما شاء الله قدامنا هو شوف قدامنا ده كلام كل ده النهاردة تبتجيب احدث احدث شيء موجود واحدث معدات موجودة عندنا في مستقبل مصر تعالوا نتابع جولة سيادة الرئيس النهاردة ثم أعود نطلع فاصل وأعود لحضركم عشان نسمع كمان ونتابع ايضا الرئيس اليوم وايضا كلامه المهم ورسيله المهمة جدا ولكن نتابع هذا نشوف الفيديو فيديو ده نتكلم على جولة من الجو وجولة ايضا وتفقد سواء من الجو او من على الارض نتابع